في سعيه إلى أن يكون الاستقرار شكلاً ومضموناً عنواناً يتخذه العراق وجهاً جديداً له ينفض به غبار الأيام الموحشة ويغير وجه الآلة العسكرية التي جثمت على تفاصيل محافظاته سنوات انفقال وللحياة المدنية رسالة واضحة في بث معالم الاستقرار بعيداً عن آلة العسكر أو أسلحة المقاتل التي تكرر قناعة غياب الأمن عند تحرك عرباتها في شوارع العاصمة والمحافظات يقرأ فيما يدور بعقل محمد الشيعة السوداني رئيس الوزراء بحسب محلدين أن رجل الحكومة يسعى إلى أن ينعكس اسم بغداد عاصمة السلام قولاً وفعلاً في مفاصل تنقلات المسؤولين والأجهزة الرسمية ومن على منوالها قرار جديد يحسب في خانة القرارات المغيرة لوجه العراق الذي اعتاد رسم صورة العسكرية والسلاح إذ وجه السوداني بتقليص أعداد الحمايات ومنع حركة العجلات المكشوفة الحاملة للمقاتلين والأسلحة المختلفة التي ترافق المسؤولين والقادة والآمرين بمختلف مستوياتهم ومناصبهم لكونها تعكس ظاهرة غير حضارية ولا تتلأم مع تطلعات واهتمامات المواطنين وحالة الأمن والسلام التي تعيشها مدن العراق القرار استثنى الواجبات القتالية مع مراعاة حجم ونوع القوة والموافقات الأصولية لتنقلها والطرق التي تسلكها كما كلف الجهات الرقابية برصد وتأشير المخالفين وعرضها أمام أنظار رئيس الوزراء للقرار شخصياً بما يراه مناسباً بحقهم قرار عكس ردود فعل مؤيدة سيما بضرورة تطبيقه على الجميع ليعكس صورة العراق المشرقة والحقيقية بأمن واستقرار وهدوء البلاد في جميع محافظاتها